شحة مياه الشرب واستمرار انقطاع وصولها إلى أغلب منازل سكنة محافظة صلاح الدين ولد استهجان واستياء الأهالي الذين طالبوا بأبسط حقوقهم بتوفيره فلا طاقة لهم على تحمل أسعار شراء الماء التي وصل سعر التنكر الصغير منها إلى خمسين ألف دينار مي محافظة مي ما قدرة تقدم للمواطنين يعني الشعب أبسط حقه هو المي المي سر الحياة مي ما قدرة تتوفر لي هاي احنا ناسا متركزين على المي ما رد نحكي باقي الخدمات حقه رد مياني يعني التنكر صغير 50 ألف 40 ألف وتناشد دائرة المي قالك والله عنا ضخين مي زي ما ضخين مي وهذه المطارة مشتغلة 24 ساعة الدق وماكو كل شي دائرة ماء صلاح الدين كما جاء على لسان مديرها علقت الأسباب على شماعة دائرة الكهرباء معللة شحة تجهيزها للماء لكثرة ساعات انقطاع التيار الكهربائي أبرد المشاكل التي تعاني منها مديرية ماء صلاح الدين هي الانطفاء أو القطاع التام للكهرباء على مشاريع الماء التي أدت سلبا على تشغيلها وبالتالي ضور شحة كبيرة في الماء صالح للشروف كذلك التجاوز حاصل من قبل المواطنين على الشبكات المائية والخطوط الناقلة للماء وعلى الرغم من انقضاء فترة حر الصيف تستمر أزمة شحة المياه حمل يضاف إلى جعبة ما يتحمله المواطن وفي وقت ينتظر من يرفع عنه الحمل لا يزيده من صلاح الدين فراس الحسني أتسغير ترجمة نانسي قنقر